السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا جمهور في الدنيا وحشتون يا اوي 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 اللهم صلى الله عليه وسلم وبركاته على سيدنا وحمد الله عليه وسلم نهاردة جبنا انواع القماش اه طبعا في البس المرة اللي فاتت بتاع يوم الجمعة وعدتكم ان انا هاجي واعمل حلقة قماش في محلات القماش القريبة من الناس ان شاء الله الحلقة دي هنعملها بس انا حبيت اتديك فكرة نظرية عن انواع القماش واستخدماته واسماءه كمان برضو احسن نوع في ان يفصل الشتاء او الصيف من الحاجات دي كلها اهم حاجة بس انك تتفرج على الحلقة وهي يعني حلقة فيها تعب جابد قوي وزي ما انت هتشوفي طبعا اه اول حاجة عندنا نوع استتين عندنا نوع استتين ده اه فيه نوعين من استتين نوع استتين اللامع والستتين المطفي والستتين اللامع ده بيستخدم للفتتين الصهرة والافراح وساعة كتير او بتستخدم للفتتين الصوريات والبروزات اللي طلعت موضة فترة وبرضو ستان اللامع بيستخدم ايضا للطراح وبرضو بيستخدم كتشكيل كده بيزوقه به او بيزينه به العبيات السوداء لانك بتلقي مطفي جزء مطفي عند القسورة وجزء التاني بالمطفي وفي النص بتبقى بتلمع بتدي ستان تنمية تمام التزويع بالنسبة للستان المطفي بيستخدم بقى للبروزات والاثنين دولت ما بيشربوش العرق يعني الميزة الوحشة فيه انه هم بيشربوش العرق فانتي لما بتكي تفصلي الستان لازم يكون له بطانا لازم يكون له بطانا طانا بتشرب العرق اما ده بيشربش اي نوع عرق خالص هو سهل في الغسيل وسهل كمان انك تشتغليه وتمييفا ستين حلو قوي بل زي ما اتفقنا عايز بطانا وفي الغسيل بيبقى سهل بالنسبة لو هو مش مطبوع او مش متطرس لان لو مطبوع متطرس لازم نتعامل معه بحضر بالنسبة لانه الستان المطفي والستان اللامع اما بالنسبة بقى للستان الكريب وهو ده فيه نسبة مططية شوية بسيطة فيه نسبة لكرة بسيطة قوي والنسبة دي بتخليه بقى سهل في البلوزات اكتر الوقت وهو ده الستان الكريب اللي انت هشوفوا كله الحاجة هنتكلم معنا هيبقى لها صورة وهيبقى لها مميزتها وعيوبها تمام؟ بيستخدم زي ما اتفقنا في الفستين وغلبية الفستين مستخدم فيها فستين الصهرة والسورية والافراح والشبكات اه ما تفرقش اي حاجة عن البعضها خالص الفكرة بس انت عايزة تشتغاليه بقى لديم يبقى لوبتونة تمام؟ نيجي بقى لتاني نوع ستان ومعنا تاني نوع قماش وهو الفسكوز وبنتكلم عن الفسكوز يعني هنتكلم عن لبس البيتي وقبل ما نبتدي عن كلامنا عن الفسكوز لازم نعرف ان الستان بيستخدم له فصل السير لان هو مش من نوعية القماش التقيلة بالعكس خفيف جدا وزي ما اتفقنا هو بيستخدم للثوريهات بس فقط وبيستخدم للفتاتين بقى اللي ممكن تبقى عملية شوية بس طبعا زي ما اتفقنا لازم يبقى لها بطونة انه مش عمالي انه مش بيع اه مش بيشرب العرق وفي نفس الوقت خفيف في شغله هو حلو جدا في الشغل تمام؟ دلوقتي عندنا النوعات تانية الفسكوز لما نتكلم عن الفسكوز يبقى نتكلم عن لبس البيتي اه اغلبية البيجامات الجلاليب بيستخدم لفصل الصيف الفسكوز ممنوعه جميل جدا وطري جدا ومن احسن انواع للصيف هي نوعية حلوة قوي وبتستخدم دايما في الجلاليب وتستخدم في البيجامات ممكن تلاقي ازدال بقماش الفسكوز ودلوقتي يعني يتطوروا شوية وبقم يعملوه في البلوزات وبقم يعملوه كمان في الفساتين بشكل جميل قوي زي ما انت شايفة برضو الانواع الفسكوز ده ممكن تشتغلي فيها يعمل بها حاجات كتير جدا للصيف لان هي نوعية اصلا طريدة وفي نفس الوقت من احسن انواع القماش الممكن تشتغلي بها اي تصميم انت عايزاه ومش هتتعبك فيه يعني هيخليلك مزر جميل قوي وزي ما يعني زي ما عرفنا ان هم حاولوا مرة يعني في الوقت المتقدمة دلوقتي باهم يخرجوا به يعملوه فساتين يعملوه بلوزات يعملوه عبيات اه في منه الاسود بتاعه جميل برضو النوعه جميل قوي قوي وطري جدا جدا بيستخدم لايه بفصل الصيف انواعه هم نوعين بس نوع سادة والنوع مشجر والمشجر اغلبية الوقت بيستخدم للجراليب وهو اساسا طبع الجراليب والبيجابات والحاجات ده تمام عندنا بقى التنتلة او التنتلة او التنتلة اه التنتلة دي نوعية لتزيين الفساتين التنتلة دي نوع من قمع القماش لتزيين الفساتين السورية وممكن ايضا استخدام التنتلة اللي هو واحدها بفستان كامل تعمليم التنتلة تمام ده الفساتين السهرة وفساتين الاشراح وفساتين السورية فقط كمان حاجة تانية بيزيينوا بيها الاكمام الاكمام بتاعة البلوزات وكمان بيزيينوا بيها البلوزات ده فساتها كلها وممكن تلاقي بلوز زي ما اتفقنا تبقى من جهة تحت مثلا زي كده تبقى سادة ومنفقوية عليها تنتلة بشكلها جميل قوي وشكلها شيء جدا جدا في مينها انواع كتير فيه نوع فرع الشجر آآ وماشا كلها معمولة بس فرع شجر فيه نوع تانية اسمه زهور المجمعة زهور المتشابكة ببعض تمام وفيه نوعية تانية مترزة معمولة بالتطريق وطبعا زي ما اتفقنا ان فيه تنتلة المترز وده برضو بيستخدم الفتاتين الافراح ونوع تنتلة عموما بيستخدم سيف شتا ليه سيف شتا لانك ممكن تهيني بي لبس الشتا بشكل حلو وكمان ممكن تعملي بي لبسه سيفي لوحده برضو هيبقى شكله جميل وطبعا لبطانة لان طبعا ده نوع من انواع الحاجات الشفافة اللي هي الرسمات فيها هي اللي بتبان بالتالي لازم تلبس لامة تحتها مسلا حاجة كده سادة لامة مسلا تبقى لها بطانة معينة بلوزة مسلا يبقى لها بلوزة تانية تحتها النوع مش تانية سادة تمام يبقى عندنا القماش التاني اللي هو الكشمير الكشمير مش لون الكشمير نوع قماش تمام آآ غير اللون طبعا ماريش على قوي الكشمير ده بقى اسمه صوف آآ تقيل صوف من انواع الصوف آآ ماش جميل قوي قوي بيستخدم فصل الشتا بس بيدفي وجميل شحد خالص بيتخلى عنه في فصل الشتا بيتعمل منه التنكات الطويلة والقصيرة بتعمل منه الفستين الطويلة والقصيرة بتعمل منه كمان الجبات الطويلة والقصيرة ده غير الشال آآ الشال الصوف وبيتعمل منه الكفية وتعمل منه لطاقية بتعمل منه الكفازات آآ مجابنتي آآ بتعمل منه حاجات كتير قوي للشتا ده نوعية جميلة جدا وتقيلة وأنا مش هقول اسعر اي نوع قماش لان في كل محلة هتلاقوا سعر استحيل حد هيبقى ثابت على سعر معين حتى لو السوق بيقول واحد يبقى واحد لا هتلاقوا اكيد كل محل ليه سعر ممكن محل يبقى رخيص ممكن محل ليبقى غالي فالفكرة ان هي ما معرفش الاسعار بالزبط بتاعته او ما اقدرش اقول سعره وتلاقوا هو سعر تاني غالي فهو كشمير آآ كشمير ده من احسن انواع القماش اللي بيستخدم في الشتا في فصل الشتا آآ فصل آآ دوت نوع جميل جدا بيستحمل بتعمل منه البناطيل التقيلة البناطيل القماش اللي نسبة البسهر العادية طيب وعندنا كمان بقى قماش الجورجيت قماش الجورجيت ده بقى بيستخدم للفتاتين الصهرة وبيستخدم فصل الصيف فقط فتاتين الصهرة وفصل الصيف فقط ده نوعية دوت كويسة جدا آآ برضو طرية منعمة وهي حلوة جدا للفتاتين آآ بيستخدم نوع الفتاتين بس ممكن لو حابة تجربة بلوزة يبقى بلوزة تبقى زيها زي الفستان طويلة تمام لان هو اصلا نوعية التصميم فبيخليها شكلها جميل جدا تمام زي ما انتم طبعا شايفين الصور آآ الجورجيت ده جميل جدا في شغل الفتاتين طيب وعندنا نوعية تانية هي الشيفون الشيفون يتعمل منه الفتاتين وبيتعمل منه طرح ودلوقتي تعالت منه برضو طرح بتلبيسة وحاجات كده جديدة طلعة بس هو الشيفون اساسا برضو فصل الصيف مش الشكل وعندنا نوعية اللي قبل الاخيرة فهي اوماش اسمه السيبيديكس آآ الوماش دوت نوعية جميلة جدا بتعمل منه بقى اللبس الرياضي كله البدل البناطيل لانه مارين جدا وفي نفس الوقت قوي جدا وبتعمل منه كمان الحزم الحزام الواقي اللي بتلبس تحت البدل وهو نوعية جميلة جدا في القماش ومن احسن النوع برضو القماش بالنسبة للملابس الرياضية لان هي زي ما اتفقنا تقيلة ومارينة وبتاخد على الحركة بسرعة عشان كده بيستخدموها للملابس الرياضية زي البناطيل وزي الشرتات وبردو بتعمل منه زي ما اتفقنا الحزام دوت بيتلبس برضو آآ هو تقيل بيبقى نوعية جميلة جدا جدا وفي عندنا بعد كده اخر نوعية وهي البلاستر البلاستر بتعمل منه بقى آآ المازلات وانواع البطاطين وانواع الستير وبتعمل منه برضو ايضا ساعات كده بتعمل منه ملايات مش كتير بس في ناس بتستخدموا للملايات وهو نوعية برضو كويسة وده كده اخر من حاجة عندنا في القماش يا رب تكون الحلقة سهلة وبسيطة واستفقدتم منها وفي معلومة عرفتوها جديدة واهم عاجة اوسل لايك الجميل والتعليل اجمل واشتراك في القناة ويا رب اكون عرفت اا اوصل لكم المعلومة صح بالنسبة لانواع القماش وكمان استخدماتها وكمان بتستخدم في اصرف ايه ووقت ايه وكمان ايه هي اشكال انواع القماش ديت وان شاء الله هنروح عند اا اا اقرب محل ان شاء الله بس اخف شوية وهتلاقوني عملتو لكم حلقة في محل من احلات القماش ده حوالينا وهنا اعرف اسعارها انتو طبعا ما حدش هياخد بالاسعار دينية السعر اكيد لان ممكن تلاقي سعر عالي ممكن تلاقي سعر واضي على حسب كل محل وعلى حسب كمان اا الشخص اللي بيبارك القماش ده تمام اللهم صل يا سلام بارك على سيدنا محمد وعلى عليه وسحبه وسلم اا وصلنا مع نهاية الحلقة لايك جميل وتعليق اشتراك في الكني وتفعيل الجرس بس كده ويلا بينا والله ما صل يا سلام بارك على سيدنا محمد وعلى عليه وسحبه وسلم السلام على رجل وحوة الله بركاته ومع تحيات تعليم الخياطة مع مريم